تسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض بين الحين والآخر والتي من الممكن أن تؤدي إلى التعرض لمضاعفات صحية خطيرة حال عدم تلقي العلاج المناسب لها منذ ظهور أعراضها وعادة ما يدعو الأطباء إلى أهمية وضرورة تجنب مخاطر أمراض الصيف خصوصا في موجات الحر الشديدة فضربة الشمس تؤدي إلى الغثيان والقيء والصداع بشكل متكرر والدوار والخمول كما أن الإصابة بالجفاف في فصل الصيف تعتبر من الأمور المهمة حيث يتعرض الجسم لفقدان السوائل بشكل كبير من خلال التعرق الشديد وأهم أعراض الجفاف هو العطش والصداع والقيء والتعب المستمر فضلا عن ذلك فهناك أمراض أخرى يسبقها فصل الصيف مثل ازدياد فرص التعرض للتسامم الغذائي نتيجة لكثرة الأسفار وتناول الأطعمة من الخارج ورأس الوقاية هو تجنب التعرض للحر الشديد وأشعة الشمس المباشرة وقضاء النهار في مكان بارد وفي حال الاضطرار للخروج نهارا يجب تعويض ما يفقد بالعرق بالشرب الجيد للسوائل ومحاولة المشي في حماية الظلال وترطيب سطح الجسم بالمياه ما أمكن واستخدام كريمات الحماية من الشمس متاعب التقس الحار زائر غامض يقتحم الأبواب عبر أمراض عدة والوقاية خير من العلاج وباتباع طرق الوقاية يتجنب الإنسان الآثار السلبية لهذا الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة